وصدى كده بقى عايزة أرأيها جميلة في إنجيل يوحنى ده بقى من ناحية تانية إنه في إنجيل يوحنى ساحة 13 آية تلفت الانتباه قوي عن الرب يسوع يقول إيه في إنه قبل صليب وكده بيقول يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي قام من العشاء وخلع سيابه وأخذ من شفا واتذر بيها وغسل أرجل التلاميذ في الأول تفكر كده إيه دخل إنه لأنه عارف هو جاي منين وعارف إنه من الآب وعارف إنه ابن يعني كانوا بيقول لأنه عارف هويته مين ما بقاش عنده عقدة ما بقاش عنده مشكلة ما فياش حاجة إن أنا أنزل ده مش هيقلل من قيمتي اللي أنا بعمله مش هو اللي حيحدد هويتي أنا مش بكتسب هويتي من نوعية الخدمة لو أنا بخدم ناسي بأنا مستوى تاني أو كده لا أنا هويتي هي اللي بتخليني بالعكس إن أنا أنزل وأخدم ومش فرق معايا كلام الناس بتقول إيه أو الناس بتعمل معايا إيه أو أنا دوري إيه في وسط الخدمة مش فرق في خدمة زي كده إنه فيه الأخ نظار أو هو اللي بيطلع في الشاشة أو كده مش مهم ممكن الناس اللي ورا الكاميرات الناس اللي ورا الأجهزة أو على التليفونات أو كده ده مش معناها إنها أقل بالعكس هي عارفين هويتهم في المسيح فيه قدام الرب مش إنه أقل في الإيمة ولا بسبب الدور أنا لا أستمد هويتي من الدور اللي بعمله بالعكس لأن أنا عارف أنا مين بقيت إمباورد عند القوة إن أنا أعمل أي شيء مهما كان صغير أو حقير أو بسيط جدا أو ضعيف جدا وبعمله وأنا بفرح يسوع أخذ القوة إنه يخسر الأقدام لأنه عارف هو جاي منين وهو مين لكن تلاقي دلوقتي الناس كتيرا وللأسف وسط الكنيس يقول كده هو إزاي يكلمني كده هو مش عارف هو بيكلم مين ده أنا جرجس وإزاي يكلمني بطريقة دي قدام الناس وكده وكده إيه ده ده شخص كأنه من جوة متبهد اللي مش عارف هو ييته اللي عنده صغر النفس دايما بيتحطم من أي شيء عاوز يعيش إحساس المظلوم وهو يظلم وعاوز يكذب وبيشرب الكذب وهو عم بحاول يوري البر في داخله لكن كلياتها أوراقتين بيستر عورة لكن بنرجع للكلم الجوهري اللي ابتدت فيها إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العقيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديد إحنا مش متكلم على ترميم ولا ترقيع ولا منحاول إنه نصلح هون هناك إحنا متكلم على خليقة جديدة على قلب جديد على طبيعة تتجدد اللي خلاص يعني بترجع للصورة الأصلية اللي خلقنا الله إلها اللي خلاص يعني بترجمة نانسي قنقر اللي خلاص يعني بترجمة نانسي قنقر اللي خلاص يعني بترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر